موسيقى لسا مكملين معاكم معانا حد من محبي التراث المصري المقتنيات راجل كده زي ما بيسموه من الزمن الجميل مع ذكريات ومقتنيات واسرار كتير او يحول هذا الزمن هو شيف مشهور جدا ايده تتلفف حرير زي ما بيقوله واسألوني انا لكنه اهتم بهوايته اللي بيعشقها وبيستمتع بيها هواية التراث المصري الأصيل والتاريخ والحضارة المصرية هنشوف ونسمع منه أسرار كتير جدا لأول مرة أشيف محمد فخري أهلا وسهلا بك يا شيف ربنا خليك فاند منورنا ربنا خليك طبعا يعني انت رجل متعدد المواهب زي ما بيقول ربنا خليك الاضافة انك شيف زي ما قلت كده فعلا ايدك تتلفف حرير الله يكرمك فاكر لله أقول ولا إيه عمل فتت كوارع يان هراب يد ايه الجمال ده ربنا خليك في الأوريانتل ايوه الحقيقة انت اسكندراني ولا انت وجودك هناك بس اللي باعي العمل لا حضرتك لأ طبعا البلد اللي فيها مراتي تبقى بلدي ومرات اسكندرانية ايوه تشوف الوفاء والإخلاص طبعا طبعا وده برضو صفة من الزمن الجميلة على فكرة أكيد يا فندم الله حضيك حاجة لازم الواحد يفكر ان هو خارج الصندوق شوية بمعنى انا مهنتي تختلف عن اللي انا بفكر فيه بس حب للتاريخ هو اللي وصلني ان انا احب اي حاجة قديمة اي حاجة قديمة طبعا تحتهي دي ليه حضرتك انت عاجبك الزمن اللي احنا عايشين فيه لا عاجبك التلوث البصري والسامعي والمستوى المتدني في الأغاني لا حضرتك اما اول لقاء مع حضرتك اتكلمنا ان احنا بنعاني من تلوث سمعي تلوث بصري كانت فيه مادة في وزارة التربية والتعليم اسمها الأخلاق احنا افتقدنا حاجات حضرتك ده احنا عندنا تلوث ثقافي دلوقتي تلوث فكري تلوث أخلاقي بالزبط احنا بنحاول ان احنا بنستورد حتى حضرات مسخ ملهاش اي قيمة احنا بقى دلاخر بيطلع منها حاجة ملهاش معنا لا حضرتك احنا دلوقتي في زمن المسخ بمعنى انت تمشي في اسكندرية اسكندرية طبعا اسكندرية اللي هي الخدوية اللي هي المنشية الخدو اسماعيل خليها زي حضرتك نص البلد هنا خدو اسماعيل كان خلى مصر قطع من اوروبا بمعنى ان هو خلى مصر توصل النيابة ضارع لندن وباريس في الشياكة والاناقة لو احلى وارق خدنا سنة 44 احسن بلد اجمل بلد في الهام اللي هي القاهرة عابق تمشي في اسكندرية سنة 44 قد قاهرة احسن بلد يعني اجمل بلد في العالم اجمل بلد في العالم في العالم اللي النهاردة هم نفس الناس جايين يعملوا تقرير ويقولك القاهرة هي اكأب الى اكتر كآبة يعني عاصمة في العالم كلام ده كلام فارغ القاهرة لحد النهاردة تحس فيها روح وامل الناس بتيجي ليه اسكندرية كانت بتنزل الموضة فيها قبل باريس وكل عارف ان اسكندرية هي بتصدر حضارة للعالم كله مكتبة اسكندرية القديمة هي اللي وصلت العلماء كلهم كانوا بيحجوا في اسكندرية اسكندرية دي كانت هي شعاع الحضارة احنا علمنا الناس الحضارة مصر علمت الناس الحضارة فاحنا دلوقتي صعب علي ان انا افتقد الزمن الجميل انا بسمع بسمع حضرك اسماعي عبد الحليم حوافظ فانا لك على طول قمة الرومانسية عبالك وميلادك قمة اغاني او احلى اغاني عدل الميلاد احساس وهي الفن دايما كان اغنية كان مسلسل كان سينما كان كتاب ما هو بيعكس هو مرايا بتاعكس الواقع شخصية الطفل دلوقتي وثقافته بنعوده على اغاني المهرجانات والتكاتك هي دي الشخصية اللي احنا عايزين بيها نبنى الطفل المصري وصلنا للمرحلة دي ان الطفل المصري دلوقتي معلش البادي لانجودش بتاعه بيقلد اللي هما بيطلعوا في الاغاني اللي هي معلش تسيره اتدول حضرك متفقة معايا في كده ان الطفل المصري هعمل مشاكل كتير خليه موضوع حلقة كده من اول النهار